تبردقة التحفة الطبيعية التي تتكئ إلى جبال شاهقة هنا في الجهة الشرقية لبلدية ششار الواقعة جنوب غرب خنشلة على واد عميق تطل بنايات تعود إلى زمن بعيد يمتد إلى العهد الروماني كانت دائرة إدارية فجر الاستقلال وصارت مجرد تجمع عمراني تبردقة كانت دائرة جردها من اسم دائرة ومقر الدائرة هذا هو وكانت بلدية وجردها من اسم بلدية ومقر البلدية هو هذا واليوم صباحة خاوية على روشها جمال تبردقة الأخاذ يجلب كثيرا من السياح لكن ذلك لم يشفع للمنطقة أن ترتقي اجتماعيا واقتصاديا تبردقة الأثارية وعندها اسم محدد آخر يقول لها الجوهر الصغيرة لكن للأسف أنا نقدر نسميها الجوهر الضائعة نسميها الجوهر الضائعة لأنه خالية من أبسط طرق المعيشة ما عندنا نيما نيغاز نيروسورون نيو بيرج السائح كي يجي لنا ما يلقى نيو بيرج نيوالو نيروسورون أو ما حتى يدير صندويتش ما كان ترقية الخدمات والرقي بالمنطقة كان ولا زال مجرد كلام يتكرر في مناسبات ثم يزول بزوالها روعة المكان لم تعد تسب السكان خصوصا فئة الشباب أهمهم الوحيد هو تنمية تبردقة بما يعود بالفائدة على الزائر والمقيم على حد سواء